تسلم معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوسراء وساما رواد التنمية الذي يمنحه البرلمان العربي للشخصيات العربية المرموقة من غير البرلمانيين كأول مسؤول عربي ينال هذا التكريم تقديرا لإسهاماته وعرفانا بمبادراته القيمة في مجال التنمية على المستويات الوطنية والعربية وجرت مراسم التكريم في احتفالية أقامها البرلمان العربي اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأعرب معالي في كلمة ألقاها خلال الحفل عن تشرفه بإهداء هذا التكريم إلى جلالة الملك المعظم مشيرا إلى أن مملكة البحرين شهدت في عهد جلالته تنمية غير مسبوقة في شتى المجالات بمتابعة واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولفت معالي إلى أن النظام الديمقراطي في مملكة البحرين والذي يقوم على الفصل بين السلطات مع تعاونها وعلى سيادة الدستور والقانون مشيدا بما أفرزته التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين من نخبة كفوة من أفراد المجتمع وأكد معاليه دعم مملكة البحرين للعمل البرلماني بصفة عامة بما في ذلك البرلمان العربي ومؤازرته لتحقيق أهدافه موضحا أن مملكة البحرين خطت خطوات واقعية وملموسة نحو تحقيق العديد من المنجزات في مختلف مجالات التنمية وهي تواصل طريقها لتحقيق المزيد من النجاحات على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتتطلع بعين التفاؤل والأمل إلى مستقبل أفضل للوطن والمواطنين وعلى صعيد آخر تطرق معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى حتمية التنمية وأحقية البشرية بأن تنعم بمجتمعات آمنة مستقرة وحياة ذات جودة ترعى حرمة الإنسان وكرامته وتتخذ من العدالة الاجتماعية مرتكزا لها لتحقيق فرص متساوية للجميع وأشار معاليه إلى أهمية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثناثين والذي ستستضيفه مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل والذي سيبحث إلى جانب موضوعات أخرى ملحى ضرورة التوصل العاجل لسياسة واضحة لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وضمان إحلال السلام الشامل والعادل والأمن والاستقرار الإقليمي بوصفه مبدأا استراتيجيا للمضي قدما بعملية التنمية المستدامة من جانبه أعرب السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن الفخر البالغ والاعتزاز الكبير بهذا التكريب المستحق لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء والذي يبعث من خلاله برسالة عرفان وامتنان للدور المقدر والجهود الحثيثة التي كان ولا يزال يطلع بها معالي في مجال التنمية المستدامة نقتنم هذه الفرصة لأجدد الشكر للبرلمان العربي على مبادرته المقدرة والتفاتته الطيبة بأن قرر منحنا وسام رواد التنمية وبقدر ما هو دافع لنا لمواصلة الجهود والمساهمة الفاعلة نحو ما يحقق لمجتمعاتنا تنميتها واستدامة مواردها فإنه ليشرفني أن أهدي هذا التكريم إلى قائد مسيرتنا التنموية الشاملة ورائد نهضتنا الحضارية المباركة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه على الثقة السامية التي أولاني إياها جلالته لخدمة مملكة البحرين في مختلف مواقع العمل الوطني سائلين المولى العلي القدير أن نكون عند حسن ظن جلالته بنا على الدوام وإنه لمن حسن الطالة أن تتزامن هذه المناسبة مع احتفاءنا في مملكة البحرين باليوبيل الفضي لذكرى مرور خمسة وعشرين عاما لتولي جلالته أيده الله مقاليد الحكم في البلاد التي شهدت في أهده الزاهر تنمية غير مسبوقة في شتى المجالات وذلك من منطلق رؤية جلالته الحكيمة التي ترتكز على محورية المواطن البحريني في التنمية لكونه غايتها الأساسية وإليه توجه كل الخطط والبرامج والمشاريع الحكومية التي تحظى بمتابعة واهتمام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي الأهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن مسيرة الخير والنماء التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة جلالته رعاه الله قد تعززت أركانها بفضل الإيمان بالحقوق السياسية للأفراد ومبدأ الشورى والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار حيث أوجد لنا كل ذلك تجربة برلمانية متطورة قادرة على التكيف مع مختلف الظروف والمتغيرات والصمود أمام التحديات ونظاماً ديمقراطياً يقوم على الفصل بين السلطات مع تعاونها وعلى سيادة الدستور والقانون كما أفرز هذا النهج القويم نخبة كفوئة من أفراد المجتمع رجالاً ونساءاً قادر على الانخراط في العمل السياسي وإثرائه بخبراتهم المتنوعة على نحو مكنهم من قيادة العمل التشريعي وجعل من إسهاماتهم تتخطى حدود المحلية لتصل إلى الاعتراف بها وتقديرها على الصعيدين الإقليمي والدولي ولا أدل من ذلك على الثقة التي أوليتموها جميعاً لمآل السيد آدل بن عبد الرحمن العسومي لترأس أعمال البرلمان العربي لدورتين متتاليتين بسمكم جميعاً أرحب بالمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة الموقر نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين والذي نتشرف بتواجده معنا اليوم معربيين عن فخرنا البالغ واعتزازنا الكبير في البرلمان العربي بهذا التكريم المستحق لمعاليه وبمنحه كأول مسؤول عربي وسام رواد تنمية للشخصيات العربية المربوغة من غير البرلمانيين تقديراً لإسهاماته وعفاناً بمبادراته القيمة في مجال التنمية على المستوىات الوطنية والعربية كما يعد معاليه مدرسة متفردة في القيادة التنفيذية والإدارة المتمرسة في العمل الحكومي وتلك سمات ومهارات اكتسبها من سنوات عمله الممتدة وخبراته المتنوعة والحافلة بالإنجاز وهو ما أهله إلى نيل الثقة السامية بتعيينه نائباً لرئيس مجلس وزراء لمواصلة عطاءاته الوطنية في ظل مسيرة الخير والنواء التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين معظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمون الملكي الأمير سنمان بن حمد آل خليفة ولي الأهد رئيس مجلس وزراء حفظه الله بحفاوة بالغة استقبل البرلمان العربي برئاسة السيد عادل العسومي معالي الشيخ خالب بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بحضور رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في اجتماع البرلمان العربي المخصص لبحث الأهداف التنموية والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي في الوطن العربي وأعلن البرلمان العربي معالي الشيخ خالب بن عبدالله آل خليفة ضيف شرف المؤتمر وتكريمه كأحد رواد التنمية في الوطن العربي لإسهاماته الفعالة في تحقيق الأهداف التنموية في مملكة البحرين والوطن العربي وأكد السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي في كلمته للترحيب بمعالي الشيخ خالب بن عبدالله آل خليفة أن تكريم معاليه يأتي تقديرا لإسهاماته الطيبة في مجال التنمية على المستوى الوطني والعربي وأن البرلمان العربي وهو يشهد تكريم معالي الشيخ خالب بن عبدالله آل خليفة لا يذكر الدور الرائد والفعال الذي يطلع به كأحد رجالات الوطن العربي للتنمية والبناء وابن بار من أبناء المملكة ثم عرض فيلم تسجيلي عن معالي الشيخ خالد ومشواره الوطني الذي ساهم فيه بدور كبير لدفع عجلة التنمية في الوطن أثبت أنه رجل من الطراز الرفيع وأحد رجالات الوطن التي تحمل على عاتقها تحقيق مستقبل أفضل للمواطنين والوطن أول شخصية عربية تمنح هذا الوسام ثم جاء موعد تكريم البرلمان العربي لمعالي الشيخ خالب بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمنح رئيس البرلمان معاليه وسامة رواد التنمية تقديرا لإسهاماته وأعماله الوطنية وسط تصفيق وترحيب من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية أهنأ مملكة البحرين بتكريم معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتكريمه في جائزة رواد الأعمال يعني هذه الجائزة طبعا جاءت تكريما له كان له إضافة وبصمة قوية في التنمية على مستوى البحرين وهذا التكريم جاء نتيجة حتمية ونتيجة لتثمين والتقدير لهذا الشخصية المرموقة معالي الشيخ أول نقول له هنيئا لك بهذا التكريم وهو اعتراف من الشعب العربي من خلال ممثله البرلمان العربي طبعا نحن نتشرف نحضور اليوم تكريم هذا الوسام وهو يستحق بل يستحق أكثر من هذا الوسام لعطاءه في المملكة نهنأ معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لمنح وسام البرلمان العربي لجهوده الكبيرة نهنأ معالي الشيخ خالد بن عبدالله بمنح وسام البرلمان العربي تقديرا لجهوده الكبيرة اللي قوموا بها وهذه إنجاز يعتبر لإضافة إنجاز كبير لمملكة البحرين كلمة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان العربي وتكريمه نال إشادة وترحيب الجميع من أعضاء البرلمانات العربية وأكدوا على الدور الرائد للمملكة في التنمية والبناء مواقف مملكة البحرين في كافة المجالات ظهرت جالية في كلمة معالي الشيخ خالد أثلجت صدور كافة الحضور تكريم البرلمان العربي لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء هو تكريم لمملكة البحرين التي تدعم دائما الأهداف التنموية للمواطنين والوطن وتدعم العمل العربي المشترك شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين مقر جامعة الدول العربية القاهرة هو ابن بار من أبناء مملكة البحرين صاحب بصمة وطنية تسهم بجد واجتهاد في صنع نغضة البحرين الحديثة والمعاصرة صاحب تاريخ حافل في العمل الوطني ومسيرة زاخرة بالعطاء في العمل الإداري الحكومي عززت من موقعه كرجل دولة من الطراز الأول سخر حياته لخدمة بلده فهو يمثل نموذجا وشخصية جامعة بعطاء ممتد جعلته فخرا لمملكة البحرين إنه معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين عاش معاليه في بيئة أسرية تشجع على العلم حيث تلقى تعليمه الأساسي في أول مدرسة نظامية تأسست في البحرين وهي مدرسة الهداية الخليفية ثم أكمل تعليمه العالي في جمهورية مصر العربية حيث تخصص في دراسة الهندسة المدنية ليتخرج من جامعة القاهرة عام 1966 حاصلا على البكالوريوس وبعد عودته إلى المملكة شغل وظيفة مهندس طرق بإدارة الأشغال وكان أول مهندس بحريني متخصص في تصميم وتنفيذ الطرق حيث ساعد على وضع مخطط عام شامل لشبكة الطرق في البلاد وتدرج معاليه في السلم الوظيفي حتى جاءت لحظة شغله المنصب السياسي فكان أول وزير للإسكان عرفته البحرين في حكومتها التي تشكلت عام 1975 حيث ساهم من هذا الموقع في رفض حكومة بلاده بالسياسات المشجعة على تطوير قطاع السكن الاجتماعي تحقيقا لرؤية القيادة وتضلعاتها لتوفير السكن اللائق والكريم للمواطن البحريني كما أشرف على تأسيس بنك الإسكان وشهدت البحرين خلال توليه الوزارة إنشاء أكثر من مدينة إسكانية ومنذ العام 2010 فإن معاليه لا يزال يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء كما يرأس معاليه اللجلة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية مكرسا جل ما اكتسبه من خبرات طوال مسيرته الحافلة لخدمة وتطوير هذا القطاع الذي يشهد تطورا متسارعا في مملكة البحرين بفضل ما توليه الحكومة برئاسة صاحب السموي الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من متابعة واهتمام ويأتي تكريم البرلمان العربي لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومنحه وسام رواد التنمية نظير دوره الرائد وإسهاماته التنموية ومشاركاته الفاعلة في إحداث نحطة اقتصادية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر